بتاع روح ليه أخبارنا النهاردة ومصدر في نادي الزمالك قال لنا إن إدارة الكرة تفقيت مع زيزو خلاص كوديا الأمر يا زيزو حضرتك مكمل مع الفريق قلت لكم مبارح إن زيزو طلب من إدارة الزمالك يحسنوا موقفه أنتوا هتشوفوا العروض هتسمعوا العروض ولا أنا مكمل مع الفريق فهم قالوا له لا خلاص أجل بقى فكرة الاحتراف الموسم ده وإنت مكمل مع الفريق والفريق أو إحنا نويين نبني عليك الفريق الجديد لو الزمالك قدر في المستقبل القريب يعمل صفقات جديدة فزيزو مكمل مع نادي الزمالك هذا هو القول الفاصل أحمد فتوح اتقال كلام خلال الساعات والأيام القليلة الماضية إنه ناوي يشكو نادي الزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة سألنا هل يا جماعة فتوح ناوي يعمل كده هل فتوح زهق خلاص عايز مستحقاته وحيعمل مشكلة مع نادي الزمالك اتقال لي إنه نصا مستحيل مش هيحصل وفتوح ليه مستحقات بس هياخدها وهو منتظر وما عملش أزمة وما لمحش حتى بأزمة ناوي يعملها ففتوح أموره حتى هذه اللحظة مستقرة مع نادي الزمالك بس طبعا موضوع تجديد التعاقد اللي ينتهي الموسم القادم لسه ما فيهش أي جديد خالص خالص كمان أخوان قالوس أساريو المدير الفني ليه نادي الزمالك أبلغ إدارة النادي إنه دلوقتي في هذه اللحظة مش موافق على رحيل أي لاعب في الفريق لأي عم أساريو ده فيه لعيبة بيتقال إنه هم ما ينفعش يكملوا مع النادي ولازم يمشوا قال لهم أنا مش هوافق على رحيل أي لاعب إلا لما يتم التعاقد مع صفقات جديدة همشي إزاي لعبين دلوقتي وفيه إقاف قيد وممكن همشي لعيبة ومعرفش أجيب غيرهم فيبقى عندي مشكلة فقال لهم وقفوا الكلام على بيع أي لاعب لحد ما يبقى فيه صفقات جديدة لسه مع نادي الزمالك ونتحدث عن لعيبة نادي الزمالك الشباب علي ياسر ومحمد صلاح وبيسو وحاتم سكر عندهم عروض للرحيل عن نادي الزمالك على سبيل الأعار التلات الأولانيين الزمالك منفتح لأعارته حاتم سكر حتى هذه اللحظة لا لا هو فيه عروض بس الزمالك وقصوره شايف أنه عنصر مهم جدا في الفريق خاصة مع تزيل عبد الشافي مع رحيل عبدالله جمعة وفتوح اللي بيعتمد عليه في وسط الملعب فأصبح حاتم سكر مهم جدا في تشكيلة الزمالك لحين التعاقد مع العيبين جدد نفس الكلام اللي كنت بقوله من شوية